اشتركوا في القناة ولي العهد نائب القائد الاعلى الناب الاول لرئيس مجلس الوزراء ولشعب مملكة البحرين بمناسبة الذكرى السابع عشر ليوم ميثاق العمل الوطني والذي يصادف يوم الرابع عشر من فبراير من كل عام مؤكدا سموه ان هذه المناسبة الوطنية هي فرصة ليستذكر الجميع ما تحقق من مجازات حضارية كبيرة ساهمت في ازدهار وتقدم وطننا العزيزة وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن ميثاق العمل الوطني هو صورة حضارية مشرقة في سماء تاريخ مملكة البحرين جسدت المعاني السامية للوطنية والتي عبر بها الشعب في تصويتهم لميثاق العمل الوطني والذي وصلت نسبته إلى 98.4% وهذا ما منح الفرصة في أن يكتب الشعب عنوانا جديدا لولائه وتلاحمه مع القيادة لبناء مسيرة جديدة للإصلاح والتقدم مضيفا سموه أن ما حمله المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدة أيده الله من رؤية ثاقبة ضمنها جلالته فتح أفاق رحب للديمومة التنموية الشاملة في جميع القطاعات والتي خلقت فرصا لمسارات العمل والبناء لمستقبل أكثر إشراقا وتميزا للبحرين سائلا سموه الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على المملكة قيادة وشعبا بمزيد من الرخاء والتقدم ويديم على البحرين نعمة الأمن والاستقرار في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدة حفظه الله ورعاه وأضف سموه ومما لا شك فيه إن قطاع الشباب والرياضة قد شهد في العهد الزاهر لعاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه نقلة نوعية واضحة بفضل الاستراتيجية التطويرية التي رسمها أخينا سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للعبان الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية لترجمة توجيهات القيادة الرشيدة للنهوض بهذا القطاع الحيوي الذي يشهد مشاركة واسعة من قبل الشباب البحريني من الجنسين ونوها سموه أن لهذه الاستراتيجية الفضل في تنمية القدرات والطاقات الشبابية وتعزيز مبدأ الولاء والوطنية ودفعهم نحو الإبداع والابتكار مما ساهم في تحقيق الفرق والمنتخبات البحرينية العديدة من النتائج والإنجازات المشرفة على مستوى المشاركات الخارجية والذي عزز من مكانة البحرين على الخارطة الدولية ترجمة نانسي قنقر